خلف هذا الصور بستان غني بمختلف الأشجار المثمرة هنا يقضي مولود أيامه في زمن كورونا هروبا من عوامل العدوى كل صباح نجي لجنان هنا كينا سماقي السجرة باش ما تعدينيش و باش ما نحتكش بالناس الروح زماعة الـ 12 وزيد نرجع زماعة حوالي الزوج ولا ثلاثة للسبعة باش نروح حكاية هذا البستان تعود إلى العام 2009 وقتها كان أرضا بور شريته أرض بيضاء كانت نقول له هكذا الحجر وفيها ديك وكل شي قد قل شريته نظفته وقمت به درت به درت له السيركل وقرسته نهر له وكان عندي بير درت بير بارك نقول له صغير نسقي به الصباح والعشوة هكذا بالساعة بالساعتين حتى الـ 2014 درت دومونت أطاوني التسريح درت فراش كبر البستان وصار غنيا بمختلف الأشجار المثمرة والمئات من أشجار النخل فيه القارص فيه الشينة فيه المشماش فيه عين بقرة فيه نقوله العنبا فيه الكرطوس حتى البنان جربتوا فيه ومن بعد درت الورد من كل نواع الصفر الأصفر الأحمر كل شيء هذه النخلة محرومة من الماء منذ أكثر من أسبوعين والسبب هذه الدجاجة جيت واحدة نهار هكذا ندوره كل شيء قد لقيتها كاركا ما لها أنا خليتها في السماء في الحوض وحبست عليها الماء بس يقصوا البيضات يفتخر مولود ببستانه أما ما ينتجه من ثمار مختلفة فهي للإهداء وليست للبيع عندي المشماش عندي عين بقرة وديك وكله بصع ما نبيعوش عندي شوية شينة القارص سما ناكلنا وحبابي هنا نبيعوش نين بيعو تمر قد قد تمر باكد الباقي نمدوه نهدوه يملك مولود عدة بساتين في بلدية فغالة غير أنه يفرد حبا خاصا لهذا البستان الذي صيره جنة الخضراء كثيرة الثمارات ترجمة نانسي قنقر